تصبح من غريب الأشخاص وبعض الأطراف السياسية تبتعد عن صلب الحنكة السياسية وأضاف صالح وهو نائب وزير الدفاع الوطني أنه سبق له أن أوضح في العديد من المناسبات أن الجيش يعرف حدود ونطاق مهامه الدستورية والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية والزجبه في صراعات لا ناقتله فيها ولا جمل حسب تعبيره وتابع رئيس أركان الجيش الجزائري فليعلم الجميع أنه لا وصاية على الجيش الوطني الشعبي سليل الجيش التحرير الوطني فهو يتلقى توجيهاته من فخامة رئيس الجمهورية فقط عبدالعزيز بوتفريقة وذكرت صحف محلية أن تصريحات الفريق قائد صالح تأتي بعد مبادرة التوافق الوطنية التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري في الرابع عشر من يوليو الجاري والتي تتضمن خريطة طريق لتحقيق الانتقال الديمقراطي تحت غطاء التوافق بين السلطة والمعارضة بإشراف المؤسسة العسكرية وتعد حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة وهي محسوبة على حركة الإخوان المسلمين وشاركت في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1995 غير أنها فكت الارتباط بالسلطة في العام 2012 وتحولت إلى المعارضة بدعوى عدم وجود جدية في القيام بإصلاحات سياسية جدرية في البلاد ترجمة نانسي قنقر